اجواء اجواء حية القبلتين نشوف اش عندهم ما شاء الله تبارك الله انبسطة بليلة نشوف او شيء ابو يوسف اخينا في الأحمد العب على شغلة رجعت الذكريات ابو يوسف جميل يا حزن ان نشارك شباب الحوائر القديمة ونشاركهم افراحهم في رمضان ونيالي رمضان الجميلة هنا انا في حي القبلتين حي واهل حاركي وجيراني نشوف الاجواء الجميلة في هذا الحي الجميل وهذا الناس كيف هذا المكان له تقريبا عشرين سنة في هذا الهال عند اخونا ابو ماجي احمدي هذا المكان يبيع البليلة وقرافير وادبابات كل شي جميل واجواء جميلة شباب الحي يجتمعون هنا شباب الحي كلهم يجتمعون هنا عشرين سنة في هذا المكان الصغير يلعب والكبير يلعب والكبير يشاركهم حتى اللي ما يعرف يلعب يجلس يحكم زي كده ها تحكم ها تحكم كل شي جميل يا سلام يا سلام ما الوضع من نفسها ها تحكم ها تفرفر مستوى خلينا نشوف هنا واشاوه ممكن هنا ألحظ حلو معاق يسجي الهدف على طوله يزعل بسرعة يا سلام هنا الدبابات فهذه الجهة الدبابات كل شي جميل وليالي رمضان بين الجلسة شو؟ يحق القبلتين واللغير القبلتين يا سلام ربط لي وفكي شوك جميعي إن شاء الله يشوف البسطة هناك كموحة يوسف 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 لا ما شاء الله بعقوب نشوف البطاطس هنا يوسف هنا كل شي جميل كل شي جميل كل شي جميل لسا رمضان رمضان شي جميل ليالي جميلة ليالي حلوة ليالي المدينة في رمضان شي ثاني القبلتين ربط الحارة ثانية ولا نخلص نحن بس نشوف كده طيب أبي يوسف في العيد برضا كنت يجتمع هنا؟ في العيد نجتمع هنا داخل الحارة جزاء من الحارة نجتمع هنا في العيد أو في داخل الحارة أو الأجواء في العيد نفس أجواء رمضان لكن العيد في الصباح وأجواء رمضان يا سلام الله يديكم ملافظ اسمك كريم؟ اسمك الله لحمة ونعم نعم وخليك إن شاء الله ما شاء الله جواء حي القبلتين بصراع عجبتني ما شاء الله التجمع والجيران وابنائكم مع بعض وابنائنا كلهم مع بعض والتفاف أسري يا سلام والتفاف مع الجيران لذلك هذه البليلة تقريبا لها 30 سنة ما شاء الله للمكان هذا حلو تعرف فلين الشباب الشفيرة معنا البليلة والحمد الله والحمد الله والله أعطيك ملافظ والله يا خلا أين أبو ماجد؟ أبو ماجد والله اليوم مشغول أنا شايفه الكل ما شاء الله يسأل عنه أبو ماجد هو العمدة بليلة أبو ماجد لها أكثر من 30 سنة والله سامع ما شاء الله كم واحد جاء أبو ماجد صرت أقولهم شوية هو العمدة وماسك ما شاء الله الشباب المركاز هذا زي نقول يا سلام مجمع على أحبة مجمع على أحبة أي وفي برضو الحطبة على الشباب الصغار يا سلام كلهم أبناء كلهم أبناء الحي أي وتحسهم أبناء أكيد 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 يا سلام زي ما نحرص على أولادنا نحرص على أولاد القرار يا سلام بيض الله وجهك حبيب الله يسعد قلبك إن شاء الله الله يديك ملاب ما شاء الله ما شاء الله هذا مازل والد أبو ماجد ما شاء الله ونعم أبوه من يوم مكان طفل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام الله يسعد قلبك كل سنة أنت طيب إن شاء الله بخير والبركة الله يباركي يا حبيب سلم على الوالد يقول له جيناك ولم نجدك سلم عليه يا حبيبي وصل إن شاء الله الله يسعد قلبك خليك إن شاء الله ما يسعدك حبيب يا حبيب كل يعني حريص أن يكون بعد صلاة الترويح يكون هنا موجود يصلوا الترويح كما تقول لك إله للمساجد هذا القريبة ويكونوا موجودين هنا في هذا المكان تخيل هذا المكان واحد شاء ذو عشرين سنة وهو صغير جاء وصل وكبر على هذا المكان في الحياة القبلتين وأنا ما بتكلم عن الحياة القبلتين لحارة في حياء كثيرة في المدينة أكيد رح ناخد عليها جولة إحنا بدأنا من هنا من حارة القبلتين من حارة القبلتين نازلين على أرض الكرديون نازلين على حوايل كثيرة وهي هذه الليالي رمضان في المدينة ما شاء الله إيش اسمها براء براء وينتا وينتا ما شاء الله وينتا اتحادي وينتا وينتا يا سلام والبسكليتات وتجي تلعبوا فرافير ياسر دائما تفوزه على حسب ياسر ييب على حسب الله يبدك ملعاب ياسر ياسر على راسع على راسع ليالا يوجد ما يريد أن يصل لك مكان من الزحمة ما أنا الآن كيف يبدأ؟ من الزحمة من الحماس من اللعب ليالا ولا أروان ولا أروان إن شاء الله تبارك والله يسعدكم في اللي فنانين كمان يعني مو ترى يعني فاهمين لو أدعب معاهم يهزموني على طول يعني فاقتصرتها يا سلام ما في ملاعب دواري في القبلتين؟ لا دواري ما في القبلتين لا دواري في القبلتين لا دواري في القبلتين لا دواري في القبلتين خلاص على الواقف الله يسعد قلبك يا سلام يا الله انت أجمال لماذا سميتها القبلتين؟ نسبة لمسجد القبلتين تحولت القبلة من البيت المقدس الى في مكة وهذا المنطقة كلها كانوا يسكنها قبيلة بني سلم يلا عطيكم ألف عافية يلا كده وصلنا آخر مقطعنا طبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة وزر اللايك ونشوف جولات الحياة الثانية كيف أجواءهم يلا مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة